يو كيف الحال؟ قبل اي حاجة طالبي منكم طلب نحتاج رسام او رسامه ديجيتل عشان مفاجأة رح تشوفونها في المستقبل واي احد مهتم يتعامل معنا يجي في حسابنا في الاستقرام حساب مايك تونز او حسابي او حساب ريال وكل الروابط تحت في الديسكريبشن ونترككم مع المقطع من الصعب مرة انك تفكر بي باتمان بطريقة سلبية لانه الشخص الطيب اللي دائما يساعد الناس وما يقتل اي شخص حتى لو كان شرير بس لو اقولك ان فيه نسخة شريرة للباتمان وسوت اشياء تعتبر النسبة للجوكر جريمة في حق البشرية باتمان شرير او باتمان هلاف او باتمان الضاحك وفي هذا المقطع رح نتكلم عن قصتها الاصلية معكم ساعد وخلونا نبدأ يبدأ الكوميك بذا باتمان هلاف ويتكلم مع شخص مجهول ويقول له هل تتوقع انك كنت تعرف كل شي رح يسير او كل مجموعة من الطرق اللي كان ممكن تحدث لكن لا هذه القصة مش اي زي قصة من قصصك الغبية يب فيه اجزاء معلوفة لكن في المكان الخطأ وفي الوقت الخطأ وما فيه شي مريع اكثر منك لما تحط كل الكروت في الوقت الصح لكن تجي ورقة واحدة وتخرب كل شي وما عد تعرف وش راح يسير ونروح للصفحة الثانية اللي نشوف فيها القصة الاصلية ذا باتمان كيف صار ذا باتمان هلاف يكون جوكر مسمم باتمان بحث انه يسير جسديا ضعيف لكن ذهنيا واعي وعاقل ويبدأ جوكر يسوي اشياء مجنونة اشياء مجنونة اكثر من جنون الجوكر المعتاد يبدأ يفجر كل مستشفيات ااركم يقتل كل الاشراء الثانين ويعذب جيم جوردن ويقتلها قدام باتمان ويقول جوكر لباتمان انه وصل للصفحة الاخيرة وخلاص صار طفشان وعشان يشيل الطفش هذا قاعد يسوي هذه الاشياء واعاد ابشع ذكرة اللي باتمان قدام عيونه قتل ام واب بنت صغيرة قدام عين باتمان وخلها تستنشق المادة اللي خلتها مثل ما هو ويحولها زي جوكر او جوكرة وقال الجوكر يب انا عرف هذه المرة رح تضبط ويب زي ما قال باتمان ما قدر يستحمل ووقف ومسك الجوكر وكسر رقبته اللي خلاه يموت لكن طلع من فم الجوكر المادة او الغاز هذا اللي حوله الى الجوكر ويخليه جوكري اللي هو وجا في وجه باتمان وبعد يومين من مرور هذه الحادثة نشوف باتمان يتكلم مع سوبرمان عن الموضوع ويقول له ان هذا الغاز اللي دخل فيه من هذاك اليوم يحس انه قاعد يموت من الداخل كل دقيقة تمر ويحس بألم غير طبيعي وباتمان قال انه مستحيل تكون هذه نهاية الجوكر واكيد انها قاعد يخطل شي مجنون وبعدها نشوف باتمان يضحك ضحكه مشكوك فيها وسوبرمان يقول الباتمان ان البنت الجوكرية هو البنت اللي حولها الجوكر للشي هذا قاعدة تحاول تعرض حلق الشخص اللي قاعد يحاول يعالجها وبعد مرور هذه ايام من تجمع باتمان و سوبرمان نشوف باتمان جمع الباتفاميلي وقال لهم انه مصاب بغاز الجوكر وانه قاعد يتغير من الداخل ويقول لو تستمر هذا الشي راح يكون عندها العبقرية الفائقة حقته وجون ان الجوكر وهذا الشي مش كويس ابدا وقالوا له لا تخاف يا بروس راح نلاقي طريقة نحن نعالجك فيها لكن باتمان قال لا والسبب الوحيد اني جمعتكم هنا اصلا عشان اقتلكم وعنمكم اني صدق تغيرت وطلع مسدسين وابادهم كلهم وبعدها نشوف باتمان قتل الجستسليك كاملين معده سوبرمان اللي بيعطيه معاملة خاصة عشان صديقها وزي ما قلت باتمان يروح لسوبرمان ويقول انا زعلان اني ما راح اقتر اقتلك الا مرة واحدة على عدد المرات اللي اقدر اقتلك فيها بالطرق المختلفة ونشوف انه جاب عائلته وجمعهم ونخليه معهم او مع سوبرمان والسبب هو عشان يعطي سوبرمان نوع من الكريبتونايت الاسود اللي خلي سوبرمان ينجن ويقتل عائلته كاملة اللي هم ولده وزوجته وتقريبا العالم هذا وصل لاخر اوقاته لكن نشوف باربيستو ورحل باتمان هولاف وقال له ان في العالم صفر او في اليونيفورس صفر ان في باتمان ثاني عايش هناك واصلا وقتها باتمان هولاف قتجمع نسختها الشريرة او نسختها المعاقة من زي زي وبعدها نشوفه يتكلم للشخص الغريب مرة ثانية ويقول له انه يحس ان الجوكر كان على صواب في احد النقاط انهم الاثنين لازموا يتطوروا مع بعض عشان يصيرون حاجة جديدة والجوكر كان يسميني اللي قاعد يخرب مملكتي السوداء والملك هو اقوى ورقة في بطاقة اللعب بطاقة الجوكر لحالها ما منها فايدة اللي يفرق هو وش البطاقة اللي رح تلعب ضدها ومن الممكن في بعض الحالات يكون اقوى من الكل لكن لما تاخذ الورقتين مع بعض رح يصيرون الاقوى في كل الحالات ويقدرون يفوزون على اي احد زي زي انا يعني مو بزي انا زي باتمان هولاف ويكمل يقول للشخص المربط ان هذه الحالة او هذا الشيء المخيف قاعد يصير حاليا ولو تلعب اي بطاقة ضدي رح اكون اقوى منك ورح اكون متعديك بخطوات قدام وانت ما في يدك اي جدوى لكن هل من الممكن تصير لحالها اسوأ وش رح يصير لو اني داس ورقة ما حد رح يتوقعها ورقة داسها في اكمامي من زمان تبيتشوفها صح؟ لكنك خايف انا اعرف انك خايف انت خايف اكثر منك تعرف وش هي الحقيقة اصلا بس انا انا ما اهتم اصلا انت مستعد صح؟ بدنا نرواه الورقة والورقة كان فيها كل النسخ الشريرة والمشوهة من الجاستيس ليك سوري موش الجاستيس ليك كل الابطال الشريرين والطيبين في دي سي كاملة وينتهي الكوميكس بالشخصية المربطة هذه وباتمان هو لاف بعدها يقول له عشان تفوز لازم تتعدى وعشان تتعدى لازم تضحك نعم تضحك تضحك طول الطريق عشان تفوز عشان تصير زي وباتمان هو لاف اذا باتمان هو وينز يعني باتمان هو لاف هو باتمان اللي رح يفوز وممكن تتسألون من هذه الشخصية وممكن الاغلب يقول اوه سهلة هذا الباتمان من العالم صفر اللي قاله لكن لو قريتهم الكوميكس رح تدرون ان الباتمان الزيرو او الشخصية الرئيسية في هذا الكوميكس ضايع في عالم المرتيفيرس الاسود او المظلم لكن من الممكن يكون الفريد او حتى جوكر اللي بنها ذاك العالم واللي حاب يعرفه وش التكملة هذا مش المكان المناسب يمديك تروح تقرأ الكوميكس كاملة وتبحث عنها وباتمان هو لاف النسبة لي من افضل الشخصيات اللي في عالم دي سي تجسيده للشر وجمله وكلامه كل كلمة قاعد يقولها عظمة اقسم بالله من افضل الشخصيات بالنسبة لي وفترة من الفترات كان اقوى شخصية شريرة في عالم دي سي كامل يعني شخصية رهيبة بشكل ديزاين حقها طريقها اسلوبها قصتها كل شيء كل شيء عشان المقطع ما وصل ثمان دقايق هذه ثلاث معلومات ما توقع انكم كنتم تعرفونها عن The Batman Who Laugh خلونا نبدأ اكثر نسخة قوية بعد Batman Who Laugh من نسخ باتمان المتعددة The Grim Knight اللي يستخدم وحشيته وفنه في استخدام الاسلحة عشان يفوز وممكن تستغربون ليش صار كذا اللي سبب هذا الشي ان Batman اللي في هذيك النسخة لما امه وابوه ماتوا بسبة المجرم اللي قتل والديه اخذ السلاح وقتله وهذه الحادثة هو ولدت النسخة اللي من Batman اللي كانت عبارة عن قاتل مأجور لكن بمخ Batman العبقري وزي ما قلت هو اقوى نسخة من Batman وربطه مع Batman Who Laugh لو انكم تتساءلون هو انه لما Batman Who Laugh كان يدور في المالتيفيرس الاسود قابل The Grim Knight وحس انه عنصر كويس لفريقه وباتمان Who Laugh وصفه باخطر انسان في الحياة ويقول ان طلقاته تطلق طلقات فيب هو مرة اوبي كانسان عادي ما عندها اي قوة وثاني معلومة سبب قوة Batman Who Laugh The Dark Metal Cards عدة من البطايقات اللي يستخدمها Batman Who Laugh وهذه المجموعة من البطايق مصنوعة من Cosmic Matter Energy والمادة اللي صنعت فيها هذه البطايقات ما تلاقيها الا في Dark Multiverse ومن الممكن يكون اقوى السلاح في عالم DC اذا تقدر تسميه السلاح اصلا وهذه البطايقات لما تستخدمها في العوالم العادية راح تكون مروعة جدا والمستخدم حقها يقدر يخلي الخيال حقيقة والعكس صحيح والمعلومة الثالثة خطة The Batman Who Laugh من اكثر الشيء غموضا هو هدفها الغير واضح لكن في حد الصفحات من الكوميكس نشوف Batman يتكلم مع جيم جوردين ويقول له انه يتوقع عند The Batman Who Laugh هدفه انه يسويه محلول مصنوع من مجموعة من دم البروس وينز اللي من العوالم المختلفة ويكمل يقول انه جاء من العالم المظلم المالتي فيرس اللي فيه كل شي مربوط بالامل والاولويات والمخاوف ومن الممكن انه قاعد يحاول يصنع شي يأثر في الناس في خلاياهم من داخل ويحولنا بعدين جيم جوردين يقاطعه ويقول احلام سيئة زيه وباتمان قال لا احلام سيئة زينا اظلم نسخة مننا او اسوأ نسخة مننا وبس هذا اللي كان معي كان معكم سعد وشكرا على المشاهدة اشترك في القناة هذا مش مشترك ومع السلامة اشترك في القناة هذاشهر